السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لالا فاطيما اليوم وان شاء الله فيديو جديد انحطر معكم ان شاء الله الكريت بطريقة اللي سهل و سريع وكذلك مكونات اللي بساطين اقتصاديا هنحضره ان شاء الله بدون حليب ولا زبدة كيتحضر غرب الماء وفي نص لحظة راحة كيجي رائع جدا شكلا ومداقا كيجي شيش بزاف ارتب وكيدو بدوابان في الفم المهم قبل ما بدوا الفيديو كما العادة منساش تدعموني باللعك ديلكم باش تجعوني باش دائما ان شاء الله نجيب لكم وصفات ليكونوا جداد وحصريا كذلك سأول مرة كتشوفوني فمنساش تتركوه في القناة فابلون زرس باش دائما تصلوا جديد ديالي المهم دائما بلما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة تحضير الى اللحتوا معايا بالنسبة للمكونات فافخلاط كنضيفوه ربعا ديالكوز ديال عند ديال المبادد من ربيني اللي هي 600 ملل يتر كذلك واحد القبصة ديال الملح اللي كان عادلو بها المداق وغان ضيف واحد قيس ديال نكهة سكر باني لا بش كننكهو المهم اني غان ضيف كذلك ملعقة كبيرة من السكر بنسبة الحلاوة كدبقى على حسب الرغبة انا صراحة غان زينو في الاخير بشوكلاد بكشي لاش مدرج السكر بازال يبغي تديروا جوج معالا قديروهم ماشي مشكل المهم هنا انا انضيف كذلك زيت نباتية خمسة ديال اقبار ديال زيت نباتية فهاد لقيت هادي مباشرة كنضيفو البيض بالنسبة للبيض فغان حتاجوه لسه ادي الحبات ديال البيض اللي يكونون متوسطين كان ضيفوهم كاملين بالخلاط وكندزون ًلطحنوا جميع العناصر بنسبة للخلاط هده الوصفة هدي فماشي ضروري يمكن لكم هاد العناصر هدو كاملين اضربوهم غير بالطراب اليدوي وخدموهم زياد حتى كيف لكم هكيا البيض يعني ما بقاش كيفر اللون دياله اصفر وذك ساعه تضيفه باقي المكونات غير هو صراحة بنسبة الخلاط فكي سرع العملية وكيتحل العناصير مزيان مع بعضياتهم محتمي كنبيرو الدقيق دكتك التولات ما كيبقوش بزيف عكس الى درتو الطرف اليدوي فكتبقوو تخلقهم زيان حتى كيختفى ودكتك التولات ديال الدقيق او الكوارات ديال الدقيق مهم معلينة كلتا الحالتين الكريب يجيزوين هني انا رحت معي مباشرة بعد ما طحنت العناصير فكنضيف الدقيق بالنسبة للدقيق فحتاجي تلتمية وسبعة وثلاثين قرام ديال الدقيق اللي هي ثلاثة الكيسان ديال العنباء عمرين مزيان وربع كاس المهم لما كانش عندكم الميزان الدقيق ليلكم غرب لوف بعدك ساعات عمرو الكوز ديال العنباء غير بالملاقة بشكية كل كاس كيارتكم مياس قرام ضده وطباش يخرج معكم ان شاء الله العبار هو هادك وصراحة بنسبة لها الكريب هادك فالمقادر ديالهم مضبوطين غير تبعوا الخطوات اللي قتلكم غير يخرج لكم يعني النفس القوامل اللي خرج لي انا هنا يا معلينة كنعود وانطحنوا الخاليط ديالنا مزيان حتى كي اختفى ذلك الدقيق وكي تطحان مزيان تقريبا هكي واحد ثلاثين ثانية يعني مش هي كنطحنوا اعود ثاني كسامر القياس خير واحد ثلاثين ثانية بعد كنصفوا الخاليط ديالنا شوفوا معي يعني ما فيه لا تكتولات لوارو عكس هي لا تطربتوا بيداكم فغير يبقع لكم ذاك شوية ذ كتونات حيدوهم ما تدخلوهمش في الخالق غير حيدوهم وكملو الوصفة ديالكم شوفوا معي هنيا القاوم دياله كيف شدير الكريب را معروف كيكون القاوم دياله خفيف يعني جاي مخصوش يكون تقيل باش كي يجينا خفيف في الماكلة وكي يجيزوين المهم هنيا كان عبر واحد ثلاثة ديال المغارف كبار ديال الكريب وكنضيف لم هنيا ملعقة كبيرة من الكاكاو الكاكاو المر من الافضل ساملوكي واحد نوعية زوينة ديال الكاكاو باش الوصفة ديال كيخرج يعني في هالبنة. المهم هنا كنحاول هكي نحرك هاد الخالط هادا زيان حتى كي اختف هاداك الكاكاو ممكن يبقى شيبان. وهو صراحة بنسبل هاد الخالط هادا اللي كنضيفه الكاكاو كيزيد يتقال واحد شوية ولكن ماشي مشكل يعني ما كيش شي فرق حيط حنية هاداك الكاكاو يعني العجين اللي بالكاكاو غير غنزينه بها يعني وخا كتجي تقيق لاشي شوية على الاخرى ماشي مشكل. هنا هي كنغطي الخالط ديلي وغنخلي هي رتاح لمدة مصف ساعة صراحة لكن عندكم الوقت خلي وهي رتاح فكل ما خليتو يرتاح كتجي نتيجة زوينة في الكريب ولكن لما كانش عندكم الوقت يمكن لكم تخدموه مباشرة غير هو مني كتخليوه هاداك النصف ساعة العجينة كتولي ليس وبحالي كتولي مخدومة بوحديسها صراحة كيجي الفرق في في الكريب من الافضل خليوه آآ نصف ساعة لكن عندكم الوقت. المهم هنا يعني بعد موجة الخالط ديلي فمباشرة كندزو انفرغوا هاد الخريط الاسود هاد القريعة هادي هاد القريعة هادي يعني كتخرجك كالعجينة آآ العجينة كية من الفم دياله يعني كتخرجك كوحد عجينة اللي رقيقية لما توفرش عندكم هاد النوع هادا ديال القراعي يمكن لكم ديروا اي قرعة ديال المورادة صغيرة كتجيو الغلاقة دياله وكتتقبوها وذك ساعات يعني مني كتخدمو بها كتكون نفس النتيجة ديال هاد القريعة هادو يعني لا فارقة بينهم نغلحتوا معي مباشرة انشاء الله هنخدمو كنحتاج وكال واحد ميقلات اللي سكون غير لاسقة وكوش كنزيدو نتأكدو بانها يعني مغاتل السقش خصوصا المرة اللولى اللي كان طيب ويعني فاش كيكون المقلع عاد غانبداو به من الافضل حولو كيتمسحوا المقلع ديالكم بوح شوية ديالزيت نباتية وعاد بدون الخدمة كنخلو المقلع ديالنحتك يسخن عاد دك ساعات كنشكلو فيه عجينة بليبلة والاسود غير كنشكلو دك العجينة مع الوقت لا كيكون سخون في بلاصة يعني دك العجينة الكحلة كتولي يعني ناشفة دك ساعات كنفرغو الخاليط ديالنا بالنسبة ليلي انا يا فدرت تقريبا غير واحد نص مغرفة اه في المقلع ديال الخاليط الابيض الكريب خصو يكون اه رقيق بزات يعني ما تديروش العجينة عقلية طبش كي الكريب ديالكم كي يجيكم زوين كتكبوه وكتبقوه كي تدورو المقلع ديالكم باش افقايا ما يجيكم شغلية يعني ما خصو مش تديرو طبقة غليظة ديال العجين هنا يا غير كي بدي الكريب ديالينشف يعني ما كنخليش حتى كيتحمر من الجهات تحتانية غير كي بدي لينشفو شد راسو صفي كان قلبو وكنخلي حتى كيتحمر من الجهات تانية وكي بديه كي يدخل نقيطات ديال الكريب مهمنية صراحة كنوريكم الانتفاخات ديال الكريب مع رشوش كي بلكو ما تشفي الكاميرا ولكن الكريب ديالنا هو كي طيب كي بقى كينتافخ وهذا دليل على ان يعني الكريب ديالنا ناجح من كينتافخ كيكون يعني ناجح مية في المية هنا يا رجعته الجهة الاخرى وكنخذه غير واحد شوية احتى كينشف ماشي بزه او هنا يا كي بان يعني راكينتافخ محجب مهم الجهة اللي كيكون في هاداك اللول الاسود كنحاولو ما نحمروهاش بشكية كنحافظو لاداك الجمالية او لعدادة الخطوط اللي قدرنا بلقاكاو يعني بشكية كي بقاو يعني نزيني لنا طبق ديالنا في الاخير هنا غانستمر بنفس طريقة دائما على نار اللي كتكون مهيلة قريبة طفا كنطيبو الكريب ديالنا بشكية ما كيتخطفش وما كيتحمرش بسرعة باش كنحافظو لاداك الزواء قال مهم غانستمر بنفس طريقة حتى غانكمل كمية ديال الكريب اللي عندي كاملة صراحة يعني الكريب الضغية ضغية كي طيب غير هو كما قلت لكم اهم حاجة هو العجينة ما تديروها شغلية غير يعني القياس ديال العجين اللي يدور لكم في المقلة صافي وتوقفو وما تضيفوش كمية اخرى ديال العجين المهم ما علينا هنا من بعد مساليس فالكريب ديالي وانا كان طيب كان ديره كيف واحد المنيدير وكان غطي ذاك المنيدير البلاستيك الغذائي بشكية كي يبقى محافظ على ذاك الرطوبة دياله وكي يجيزوين في الماكلة المهم هنا يكن ورديكم الكريب كي يجي رطب الاقصى درجة صراحة كي يجيه شيش وخفيف ولديد بزاك هنا مباشرة عندو زنزينه وبالنسبة الزين كي يبقى اختياري والاحساب الرغبة ديالكم انا هنا كان عندي البانان متوفر درتك هي واحد الصوستية الشوكولات في المنزل وزينتك هي بالبانان ودك شوكولات ودرت كذلك شي وحدين درت فيهم البانان والتفاح المهم بالنسبة للتزين كي يبقى اختياري والاحساب الرغبة ديالكم اهم شي هو ان الكريب كي يجي لرزاك كي يجي خفيف وكي يجي رطب كي يجي صارحة رائع جدا مو يدام قليل الى نودعكم مع سلامة لقاو فيديو اخر